أكيد استمتعت بالحديث مع الأخوان وصارت عندنا معلومات إضافية أخرى ومتعودين على التأخير يعني الآن نتابع في محافظة البصرة ملف مهم اللي تتحدث عننا حضرتك وملف الأبناء المدرسية النموذجية كنا في ميسان قبل يومين الآن في البصرة سنذهب إلى الناصرية ومن ثم المثنى ومن ثم إلى النجف الأشرف جولاتنا مستمرة من شمال إلى جنوب العراق لمتابعة هذا الملف الحيوي المهم ذكرت حضرتك أن الحكومة أولتها اهتمام استثنائي بالفعل هو واحد من أهم الملفات المدرجة ضمن البرنامج الحكومي هو الغاية الحكومية هو إنهاء ظاهرة الدوامين المزدوج والثلاثي ومعاناة المدارس الكارفانية والطينية ذكرت حضرتك 43 و50 طالب رؤيتنا الحكومية رؤية الأمانة العامة لمجلس الوزراء ممثلة بدائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية أن يكون لا يتجاوز عدد الطلاب في كل صف 25 أو 30 طالب ويجلسون بكل أريحية بدون أي اختناقات أو مضايقة ترجمة نانسي قنقر